بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو دوت انا عامله صوت بس معلش يعذروني انا قلت لكم لظروف اعنايا تعباني فانا هتوصل معاكم دلوقتي بالصوت بس فقط لغير لا هكتب لك حاجة ولا وضح حاجة لك انا هشرح بس عشان يبقى فيه تواصل بيننا الفيديو ده مهم جدا لطلاب الدفعة التمنى مهم لطلاب الدفعة التمنى اللي هتقدم ان شاء الله من يوم السبت القادم طب لو في حد مشوفني من طلاب الدفعة السبعة الدفعة السبعة بالله عليكم انا اكتر حاجة قلت لكم يعني خلال العشر شهور اللي كنت معايا فيها واشرح لكم كل حاجة فيها الصبر الصبر لازم يكون عندك صبر في دفعة من الدفعات السابقة قعدت ست شهور لما النتيجة ظهرت النتيجة جابوها على الموقع قالوا هتظهر في خلال تمانية واربعين ساعة تمانية واربعين ساعة يعني خلال يومين اليومين ده لسه ما عدوش فممكن نتيجة تظهر النهار ده اخر النهار او تظهر من يوم السبت ان شاء الله هتجي لك هو قاله رسال نصية يعني اتبع الموبايل بتاع حضرتك ربنا وفق الجميع ربنا افرح الجميع اللي انا فيه دوت وامكن انت شفت فيديو انا قصبت بنزيف في عيني النزيف اللي في عيني ده جي فجأة من زعل يعني انا زعلت من موقف معايا في بيتي واتنرفست فجال النزيف ده في عيني فانت ما تحزنش على اي حاجة في الدنيا او تحزن ديك نصيب كل واحد باخد نصيبه ديك نصيب هتنجح ان شاء الله وربنا هيكرمك انت عملت اللي عليك واكتهد الفترة عشر واحداشر شهر من اختبارات وجريت شمال ويمين وبقتصح الفجر وبقتجري شمال ويمين في البرد وهنا وهنا وفي الحر وعملت اللي عليك فبعد كده الباقي ده بتاع ربنا مش هتاخد غير نصيبك في ناس ربنا كرمها دفاعات السابقة وفي ناس ما ربنا ما كرمهاش فتفاق الخير بعدها ودخل برضو حاول في دفاعات يعني اقدم في دفاعات تانية فانت تفاق الخير ربنا تفرح الجميع ده بالنسبة للدفعة السابعة وبالله عليك لو بتشوف الفيديو ما يعني انت ما يهمكش الكلام اللي هقوله سيب الفيديو جنب منك شغال عشان خطر يعني الفيديو ما تفصلش وتفرجل على دقيقتين وتسيبه عشان خطر يعني الفيديو هكده ممكن يسقط على يوتيوب فانت سيبه شغال جنب منك تكسب سب زمانة فتك بالكلام اما بقى الدفعة التامنة معلش هتطور عليك شوية بس اوعى كل دقيقة في الفيديو ده معلومة لك انت انت هتقدم من يوم السابق تقديم الشباب هيبدأ من يوم تمنتاشر اتنين لحد يوم تلاتة وعشرين تلاتة يعني اول يوم في رمضان وممكن يضيه فرصة يومين لغاية خمسة وعشرين تلاتة فما تستعجلش الصبر برضو اقولها لك من الاول التقديم هيستمر اكتر من شهر اهو فما تستعجلش الموقع في الاول بيهنج من كتر التقديمات عليه ومن كتر الدخول على الموقع حضرتك راجل خبير بالكمبيوتر وخبير بحاجات زي كده انت اللي هتقدم بس هتبقى عارف انك انت ازاي تعمل وتحفظ ملف بيدي اف وتحفظ الامور لان التقديم صعب على النت طب احنا بنتعلم من اخطاء غيرنا اخطاء غيرنا اللي هي ايه حصلت مشاكل السنة اللي فاتت كتير جدا وناس لفت حوالين نفسيها في التقديمات ليه لانه جري مسك الموبايل وقعد يا ايه سجل حاجات وبعد كده بدأ دخل في مشاكل دخل حرف غلط دخل رقم غلط ونسي دوت ونسي عمل ايه وسو ايه بقديه هو فحصل لخبطة وبدأ يلف حوالين نفسه واتصل لباحث الانترنت عشان خاطر ترجع له بالرقم القوم ترجع له الصفحة تاني ويقول له انت كنت بدخل بالرقم بسورد ايه لانه لسي الدنيا خالص طب حضرتك المفروض انه من النهاردة انت ما عندكش ايميل مش عامل فيسبوك ومش عامل اي حاجة ما عندكش ايميل على جوجل فحضرتك من النهاردة لازم تعمل ايميل يعني من النهاردة الخميسة اهو تعمل الايميل ليه لان الايميل ما بتفعلش غير بعدها بعد فترة مش هتروح الصيبر وتقدم يوم السابت او انت تعمل وتيجي تعمل الايميل في ساعتها مش هيتامل منك فانت الايميل بياخد وقت شوية الناس كلهم اعظمة عندها الجيميل بتاعها موجود معروف الايميل يعني ايه معمول على جوجل او انت عامله من فيسبوك هو ده الايميل بتاعك مش عارف تروح لحد يعمل لك ايميل النهاردة ويبقى الايميل بتاعك دوت هتاخد صورة منه خلي بالك لو في فاصل ما بين اسم واسم يعني انت اسمك مثلا احمد محمود لو عملت احمد وعملت دوت عملت نقطة ما بين الاسم وما بين اسم التاني لازم برضو هتكتبه غير كده غير كده بتقبلش منك بعد كده يعني انت ما تنساش مش عامل فاصل ما بينه ماشي في حروف كابتل وحروف سمول كل مرة ما بتجي تدخل ايميلك بتعمل الفاصل ما بين الكلمة والكلمة في حروف سمول وحروف كابتل برضو بتاع بقى حافزهم بالزبط ده بالنسبة للايميل في بصورد برضو هتعمله هتخش به برضو لازم تبقى تحفظه اي حاجة انت في التقديمات تعمل لها عندك على التليفون بتصورها او بتصور عشان خطر تحفظه وبتكتبها في ورقة يعني انت حفزت على التليفون ممكن التليفون يضيع يبقى بتحفظ ورقة وبتعينها في مكان برضو امين وكل مرة تعينها تعين الورقة دي في نفس المكان الامين ده انك انت تجيبها منه كل مرة عشان متطوشي منك انا بقولك كل الكلام ده تجارب من الدفعات اللي كانت قابلي منك عايز تسمع الفيدر الاخر اسمع انا بنصحك طيب هتعمل ايه انت حضرتك النصيحة الوجه الله روح لصايبر كانت فيه التقديمات وتأكد ان الصايبر ده كان السنة اللي فاتت شغال فيه التقديمات دي ما تستعجلش وتعمل انت على موبايلك هتغرم لك سبعين تمانين جنيه في السايبر مين جنيه ما والله ما مشكلة لان الناس لفت حواليها بعد كده طب انت حضرتك ايه اللي بيحصل في السايبر بيتاخد معاك بطاقتك وبطاقة الوالد وبيانات الجد من ناحية الاب ماشي ده ببياناته كاملة وبتروح على السايبر يقوم معاك اوراقك جاهزة هه فيه الفلوسة هتفعل السايبر تمن التكلفة هتشوفها كام فيه خمسين جنيه هتدفع في فوري هناك عنده ممكن يكون هو بتاع السايبر عنده مكنة فوري او هو هيديك رقم بساعة التقديمات يعني انت بتسجل بياناتك في الاول كده لغاية حدود معينة انا الكلام ده شارح عندك على القناة هتجيب الصورة بتاعتي تحت اي فيديو كده هتدوس على الصورة هتدخلك على القناة هتدوس على كلمة فيديوهات فوق كده في كلمة فيديوهات موجود شارح طريقتين عندك جزئين لازاي ان انت الخطوات بتاعة تسجيل البيانات على على الموقع موقع وزارة الداخلية ان شاء الله خدمات معاون الامن انت فيه يعني بعد ما بتدخل بياناتك انت كابلة كلها بيتطلب منك بعد كده في فوري انك تدخل خمسين جنيه بتدفعهم خمسين جنيه في فوري بتاخد رقم وتروح تدفع لما بتدي الرجل اي حد بتاع فوري لو هو في الموجود نفسه في الصايبر نفسه فهو بيدفع لك مش موجود بقولك روح ادفع شوف مكان ادفع بتاخد الرقم اللي هو بتطلع لك على صفحتك اللي سجلت عليها بياناتك بتاخد الرقم منه واول ما بتحطه في المكان الفوري في اي مكان بتظهر ان دي خدمات وزارة الداخلية وبيديك وصل بيها بتروح تدخل تمام الاصال ده تاني بعد كده بروح فتح لك الصفحة بتاعة بيانات الجد وبتكمل بياناتك للاخر طب انا بقولك روح سايبر ليه علشان خاطر اهوت علشان فوري والاركاب والحاجات دي مش تعرف لو انت عملتها في البيت هيهنج معك اتنلفون ترجع تعيد مرة وطنين وعشرة تدخل بيانات غلط قبل كده في ناس تدخل حاجات غلط يقولك انت سبق انك انت سجلت تيجي تسجل وانت ما تكملتش بياناتك يقولك انت سبق سجلت لك انت قبل كده سجلت البيانات خطأ فانت بتروح السايبر علشان هو بيحفظ لك كل حاجة لان في الاخر خالص اخر حاجة في التقديم ده اللي كان حصل السنة اللي فاتت على الموقع وكان السيستم كان متبرمج على كده بيجي في الاخر بيروح جاي بعد ما تمت بياناتك بيجي يقولك اول اختبار هيبأ امتى في نفس التوقيت نفسه عند الراجل فانت بيديك كزا معاد ادى كزا معاد تلات اربع موعيد بتختار منهم المعاد لناسبك ما عندكش امتحانات ما عندكش شغل بتختار معاد اول اختبار اول اختبار ده بتحدد لك بتقوله طب ادين انت المعاد دوت للراجل اللي قاعد عالصايا في السايبر المعاد ده يناسبني طب لما بتحطوا للمعاد حضرتك بيديك المكان اللي انت هتروح فيه تسحق تروح تختبر فيه وتسحب اول ديوم يعني هتروح تختبر فيه وتسحب الكراسة تماما الكراسة كانت مية خمسة وستين جنيه كراسات تلات كراسات كراسة كبيرة وكراستين بتاعت الامن الوطني ووحدة بتاعت المباحث الباحث الجنائي غير الكراسة الكبيرة طيب فيه برضو شرح ازاي بتعب الكراسات وشرحها انا وهتواصل معاكو عشان خاطر ما تتضخبطش خطوة بخطوة كل يوم هحاول اتواصل معاكو حتى لو بالصوت زي كده عنوتيك عشان انا عندي تزيف في عيني جالتك تفهمني تروح الصايبر يكون اشتغل السنة اللي فاتت وفاهم ما تستعجلش تاخد دورك وتصبر ما كانش تروح صايبر تاني تصبر ما كانش اول يوم والتاني تالت رابع يوم ما فيش اي مشكلة طب السنة اللي فاتت يا شباب كان ساعة التقديم ما فتح لازم يكون عندك اليوم اللي تقدم فيه ده تسعتاشر سنة اللي يوم ما كانش بيقبل وخمسة وعشرين سنة ويوم ما كانش بيقبل السنة دي ما نعرفش لانه هما كده يعني كده عدموا المعاد فما نعرفش يعني كده واحد سنتقول لي ان انا عندي تسعتاشر سنة اللي شهر مثلا قدم وشوف هيقبل منك الموقع لا لانه الموقع بتعامل بالرقم القومي فهيشوف هو متبرمج عليه ممكن يكون السنة دي غير السنة اللي فاتت بالنسبة للسن لانه ممكن السنة دي اهم حاجة انك انت يكون ايه بلاخت تسعتاشر سنة نقصين شهرين نقصين بتاع ده مش مشكلة فانو مش عارف لغاية دلوقتي محدش يعرف حتى توقعتنا ان احنا ساعة التقديمات قلنا في شهر خمسة التقديمات بقت في شهر اتنين فاحنا مش عارفين حتى يعني اللي ممكن انت حضرتك تختبر في شهر رمضان اللي اختبارات تبقى في شهر رمضان ممكن يبقى عندك اختبار او اتنين اللي هما مفهومش تعب زي القدرات وزي القوام دول ممكن يبقوا في شهر رمضان لان دول مفهومش اجهاد مفهومش الرياضي مفهومش مسلا حاجات فدول ممكن يتموا في خلال شهر رمضان ارجو انك تكون فهمتني ارجو انك تكون فهمتني يا ريت انا بحذر اهو الناس هتاخد معاك وانت رايح برضو قتلك البطاقة بتاعتك والبطاقة بتاعت الوالد وبيانات الجد من ناحية الاب اتمنى تكون فهمتني اتمنى لو عجبك في الفيديو انك انت تحط لايك وما كنتش لسه اشتركت في القناة تشترك في القناة ومعلش انا بتأسف لو انا اخرت شوية في التعليقات انا برد على طول في سانيتها على طول لو اتاخرت عليك شوية انا ظروفي عشان انا مش شايف فبخلي حد يقراري وبعدين يقوله رد يعني هو رد مكاني يعني اكتب كذا جنب مني من ولادي فانت بتاعذرني ازا ما ردتش عليك شوية انا كنت ساعات الناس بتتصل علي او على الواصل بتكلمني انا دلوقتي ما عادش بقادر شايف والقادر بتاع ان شاء الله لما رب هقولوك انا بقيت كويس اللي عايز يتواصل معي بالتلفون ويتواصل او تواصل على الواصل يتواصل لكن مش دلوقتي لان ربنا يعلم لنا في ايه اتمنى لكم التوفيق والنجاح للجميع ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته